حط كلمتك عالتربيزة وتحمل هي دي السياسة اللي عرفها إنما لا أصل أنا يا عم بقى طب يا عم خلاص خليك قاعد في البنوار فوق في البلكونة زينا كلنا يعني أنا الرجل شو أنا قاعد في البلكونة ده إيه اللي حصل ده مين جيه ده مين مشي تحليل يمين تحليل شمال إنما ببساطة شديدة خلونا يا جماعة خلوا الناس تدخل خلوا الناس أول حاج ده عميل إنت عارف ده جيه منين ما ييجي ده سنة 14 كان قال مرة في خلاص قوله قوله يعني خشوا في الدبيت خشوا في المناشا خشوا في الفاعلية السياسية إنت كنت كذا وإنت ما كنتش واقع في جنب البلد في كذا وإنت كنت وقت الإخوان قول فهو يرد يقول لك لا أنت فاهم غلط أنا عايز كذا أنا عايز أعمل كذا إنما جماعة ما يعني من أولها كده مش حينفع مش حينفع إنتوا عايزين إيه لأنتوا راضيين بإن الأمور يبقى فيها تفاعل وتنافس ولا أنتوا راضيين إنها تبقى هادية ونايمة ونادية وحاجات كده تبعيزين إيه أنا بقول لحضراتكو خبر أن هناك أسماء أخرى قادمة وفيهم أسماء يعني صعب جدا إن انت تصدق إن هم جايين وسط تمثيلية إنما الناس بتراح نفسها آه يا عمب ده مسرحية وهم هودوه وبعدين جي تاني وبعدين أصلى عمل فأنت تصدق إن طب وبعدين أجيب لك مين المئة مليون ما فيهمش من العشرين مليون الصفوة النغبة حد يعجبك يعني ولو أنت بقى ناوي إنه إيه أنا هاتوا الماء يخسل إيدي أنا ملياش دعوا بالموضوع ده خلاص دقتنا بسكوتك بقى ما تقولش بقى إيه لا أصل هو كده مش حينفع ولا كده مش عارف إيه إدونا فرصة إدونا فرصة نتنفس إدونا فرصة الناس تتكلم إدونا فرصة الناس تقول وتأيد وتعارض ووسط ده بيطلع حاجات أنا عايز أقول لحضراتكم فيه أشيء يعني أنا بس مش عايز أخلش في أمثلة أتعمل لأنا مشكلة برضو إنه بيبقى ساعات فيه أشياء بيبتدي ناس يتكلموا فيها هو وقت ما يبتديوا تكلموا فيها بتبقى كارثة إنه ما بعد شوية بتبقى زي الجبنة البراميل يعني تبقى زي الحاجة اللي الناس معتداها ما تقوليش إيه طب وإنت ليه مش بتتكلم على لا إنتوا قلتولي إن ده نظام قائم على التعدد قائم على إنه يكون فيه ناس ترشع ما هو أقل للأسف إحنا عملنا دستور فيه انتخابات فالاتخابات لازم تتعمل ولازم فيه ناس ترشع نفسها ولازم يحصل جدل ويرد ويقول ويجيب ويعدي ونخش في أرقام ونخش في إحصائيات قول لي يا أخي إيه اللي مش عاجبك فيه اللي بيجر لا والله أنا شايف الأولويات أنا شايف كم ممكن نعمل كذا أنا شايف إن عندنا ديون طب الموضوع ده ممكن حضرتك لو جيت نورتنا هتحله إزاي فيه دي الناس كلها يا أخي فيدنا كلنا إحنا كإعلام أنا يا جماعة بقى عايز أشتغل والله عايز أشتغل بقى أشتغل هي دي شغلتي إن أنا أراقب الحياة السياسية وأتابع الحياة السياسية ولا حد يقول حاجة فحد يرد عليه أحد المزعين الكبار في السيان أن الإسبوع اللي فات كان معاه وحدة اللي كانت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة من قرر أنها ترشع نفسها للرئاس فالست بتتكلم عن الإجهاد ورأيها وعلى فكرة دي من الحاجات المحولية فإيه حاجة إيه رأيك في الإجهاد هل أنت بتوفي على الإجهاد هل رأس الإجهاد يعني ده موضوع محواري في أمريكا فابتدت ترد فالراجل اتمسح بيه البلاط في أمريكا لأنه ما سألش السؤال ما ردش عليها لما قالت له أصلاً أنا ضد ولا معا يعني لم يعني هو سأل الأول رأيي كيف الإجهاد يا مدام فقالت له كذا كما ما قالش الكلام اللي بعد كده عايزيني نشتغل بقى مش أشتغل عشان أنا عايزة أشتغل أنا بقى لي 30 سنة في الشغلانة عايزيني نشتغل فعلاً نتكلم يبقى في حوار سياسي هو